تمهيداً لمؤتمر التغير المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المقبل فضلاً عن اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية لإفريقيا تستضيف مصر المؤتمر الإفريقي لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات 2022 من أجل التنمية المستدامة وذلك تحت عنوان الوضع الحالي التحديات والفرص خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من مايو الجاري يعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي تعقد هذه الأيام لمناقشة أمور وتحديات المحيطات الثلاثة ولهذا فيعتمد مستقبل هذه القارة على التنمية المستدامة التي تحدث وهناك العديد من الأهداف التي تحققها هذه المحادثات والمعلومات التي يتم تجمعها من خلال هذا المؤتمر المميز حيث تشرح حال المحيطات والتحديات التي لا نعرفها والتي ترتبط بالإدارة والعلم في هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه الأهم الهدف المؤتمر دوت نحن النهاردة بنقول مصر النهاردة أو المعهد القومي الخليق خبرة وأنه هو النهاردة ليه رنك عالمي أنه هو الرقم واحد في مجال الشرق الأوسط في مجال علم البحار وفي أفريقيا فالنهاردة بيبقى فيه مسؤولية علينا نحن نبقى جيد واتجاه لأهمية المشاركة والاتجاهات للدول الأفريقية للأولويات مشاركة لممثلي عدد من الدول لتصليط الضوء على الوضع الحالي للسواحل الأفريقية ومشكلتها نتيجة التغير المناخية إضافة إلى الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل ووضع آليات التعاون المشترك بين الدول الأفريقية في مجال علوم البحار والمحيطات بهدف تحقيق فوائد طويلة الأمد للمجتمع الأفريقي المؤتمر ده هو فرصة أن نحدد المشاكل نوجد حلول لها وطبعا نحن عارفين المشاكل ده هي تبقى عبارة عن التغير المناخي التلوس الاتفاع مستوى سطح البحر يعني فيه حاجات كتيرة حماية الشواطئ فكل ده هوت إحنا عملناه في المؤتمر ده هوت هذا المؤتمر موضوعه هام جدا ويشغل العالم كله إحنا النهاردة مصر بتحاول في المؤتمر ده أن تجمع ورقة عمل ومجموعة توصيات واضحة جدا لكل الدول الأفريقية تكون منهاج لمؤتمر كاب 27 اللي أمر به فخامة الرئيس وحيكون مشارك فيه كل دول العالم تحديات تواجه البحار والمحيطات نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث وأترحات وحلول ملهمة يخرج بها المؤتمر الإفريقي لعلوم المحيطات خلال ثلاثة أيام لتوضع على طاولة مؤتمر التغير المناخي السابع والعشرين والمزمع عقده بشرم الشيخ في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من نوفمبر 2022 سالي سالم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر